تعد حرفة الفخار من أقدم المهن التي احترفها المصريون وتورثتها الأجيال وأصبحت هذه الحرفة من أهم الحرف التراثية في قرية الرحمانية قبلي بمركز نجا حمادي في محافظة قنة حرفة الأجداد يتوارثها الأحفادي جيلا بعد جيل إنها صناعة الفخار والتي تعد من أقدم الحرف التي عرفها الإنسان على وجه الأرض وأتقنها الحرفيون المصريون منذ القدم ديها ارتباط تاريخي وعمق تاريخي في العصر الفرعوني المصري ده يعني فيه فقاريات تم اكتشافها قبل عصر الكتابة وعصر تدوين التاريخ وده نتيجة للبحوث والاكتشافات الأسرية التي تم رصدها وعملها لو تكلمنا في نطاق المهنة في الوقت الغاهن في القرية بتواكب الحضارة بشكل أو بآخر بالجودة والدقة عرفت منطقة آل الفخراني والتي تعد من أبرز المناطق الشهيرة في صناعة الفخار وتوريده إلى محافظات الجمهورية المختلفة احنا من ساعتين ما بدأت الحاجات دي تنقرد بدأت برضو يعني الحاجات دي صحية 100% سواء فيها أكل أو شرح يعني مية الزير دي مية صحية جداً وبيجيبش أمراض الأكل في الأواني الفخرية تمام صحي 100% وأصبحت تلك الحرفة من أهم ما يميز الحرف التراثية في قرية الرحمنية قبلي بمركز نجا حمادي في محافظة قنى وتعتمد على المواد البدائية من بينها الرماد والطميل تشكلها مهارة العامل إلى أنواع متعددة من المنتجات من بينها البلاص والأزيار ومواجر اللبن ومواسير الري وحصالات الأطفال القديمة وغيرها من المنتجات التي كثيراً ما اعتمد عليها المصريون في حياتهم اليومية تعد صناعة الفخار هنا صناعة موسمية يعني في الصيف بينتجوا الزير البلاص القلة الحاجات دي وفي الشتاء مواجر اللبن عشان صناعة اللبن والحاجات اللي بتعملها الستات في البيوت الجماعة الفلاحين طيب صناعة مهمة جداً يعني الناس هنا يروق لها تشرب من القلة حتى في العاصمة ينسجموا للشرب من القلة بالرغم من التقنيات الحديثة على الرغم من المكسب المحدود وقلة الأيدي العاملة ما زالت حرفة صناعة الفخار شاهدة على عظمة وإتقان الحرفيين المصريين واستهتمام غير مسبوق من الدولة لتطويرها وتزليل العقبات أمام الصناع المهرة اشتركوا في القناة